النهاردة الخبر خاص بتأجيل مباريات كأس مصر بالنسبة للزمالك والأهلي في دول الاتنين وثلاثين ويعني دول الفرقتين بس اللي تأجل لهم الماتشات أما بيرامدز فلا هيلعب عادي مبارياته مع الفرق الأخرى لأنه ما عندوش عدد كبير من اللعبين تم انضمامهم للمتخب الوطني تلاتة تقريبا وبالتالي ماتشاته عادية خالص والأمور بالنسبة للأهلي والزمالك هتكون موجودة بشكل طبيعي ويمكن كمان هيتم يعني فيه تفكير لتأجيل بيرامدز الحقيقة لمبارياته أيضا في كأس مصر طيب فكرة الفرق اللي بتلاعب الفرق الكبيرة في الكأس مصر بروكسي مثلا بيحتاج على التأجيل ده شايف ان التأجيل ده غير منصف ليه ويعني برضو بيقول إن مفيش أسباب واضحة المسؤولين في بروكسي بيوفيش أسباب واضحة إن المباريات تتأجل لنادي الزمالك أو مباراة كأس مصر في دولة 32 قدام بروكسي تتأجل لإن نادي الزمالك يعني برضو بالنسبة له مفيش أسباب واضحة ده يمكن احتجاج رسمي قدمه مسؤولين بنادي بروكسي اشتركوا في القناة